والحيال كلمة الجملة اللي نورت اول في كلام الاشقاء التواسه قالوا في مصر مصر هي الاول ثم الاهل ايوة وده كلام للناس اللي بتزايد بقى هكذا يرى الاشقاء تعظيم الاهل لقيمة وطنه وتشريف الاهل لسمعة بلده مش يجي عندنا ناس تتجر علينا وتلقى كلام شفتوا اهي الناس بتتكلم كلام مجرد ومن القلب ومجرد منزه من اي مصلحة او منفعة ناس بتتكلم شايفة الصورة ازاي انه في مصر الاهلي يضع دايما مصر الاول ثم الاهلي عشان كده هو متفوق كمان في استمرار الاحاديث التونسية من الاشقاء الصحفي عاد الزعابي مع المزيع مسعود محمد نشوف الاثنين كانوا شايفين في قناة ابو ظبي الرياضية شايفين الاهلي تأثيروا ايه نقطة يعني ايضا نتكلم عنه يعني انا غطيت لنادي الاهلي في بعض المباريات يعني منظومة هذا النادي يعني واللجان وفرق العمل والكوادر والامور اللوجيسية لا اقلل بشأن الانديا العربي ولكن ما تقول ان النادي عربي يعني انا عملت معه وايضا النظام اللي فيه الخطيب نظام الثواب والعقاب يعني عندما خسروا خصم راتب وعقوبة بتفوز بقدم لك الهدايا وبفرح معاك اما لا تخسر هناك نظام ثواب وعقاب هذا اهم ما في الموضوع صحيح النظام اللي يتبع النادي هو نظام كبير كمنظومة انت عندك كمية جماهير لو تخسر يعني تعمل ضجة كبيرة ضدك فلابد من التعامل بهذه الطريقة ليش انت تعطي اللاعبين رسالة انه انت لما ترتدي فانيلة الاهلي لازم تقدم كل اللي عليك صحيح شو ما كان عندك من مستوى لكن انا لما جبتك للنادي جبتك لنا انت مفروض عندك الامكانيات اللي تقدمها امية بالامية لا تسبب لي صداع هذا الشيء اللي يخلي هذه المنظومة ناجحة نعم خلنا نقول في الدول العربية يعني هذه المنظومة مش امية بالامية مطبقة في الدول الاوروبية لكن عربيا انا شوف ان هي هذه المنظومة جميلة جميلة انا شوفتها بعيني يعني يعني وكأنها دولة يعني هذه الاهلي يعني شيء جميل جميل جدا واحد يتفخر في هذه المنظومة طيب استعرضنا الاراء السابقة ومن تونس هلقول دي ناس احتكد بينا وخبرتنا وخبرناها وخرجوا بهذه النتيجة ولكن اذا انتقلنا الى الامارات تحديدا كما رأينا قناة ابو زب المزيع مسعود محمد والصحفي علي الزعيبي بجريدة الاتحاد الاماراتية ما خرجوش عن اسباب تفوق الاهلي عن ما سبق سرده قالوا هذا نادي بلغت به درجة التنظيم والعمل المؤسسي واللجانة التي تعمل في الأمور اللوجستية والكوادر كل واحد عارف دوره مع الشق في دوره ده ما تقول انه نادي عرام نفس الفكرة اكا انه نادي يضعي يعني الاندياء الاوروبية المحترفة ايضا توقف عند فكرة السواب والعقاب وقال تحديدا الكابت الخطيب ادللك واقدم لك الهدايا عندما تقدم ما جئت من اجله جبناك عشان تحقق تموحات هذا النادي واحلام جماهير ومصالح وتفوز لنا بالبطولات وبالالتزام وتقدم كل ما لديك تعمل كده نقدم لك اكثر مما وعدناك ما تعملش كده ايضا في حساب هذا النظام الثواب والحساب يراه ما يميز منظومة العمل اللي ماشى بهذه الدقة وبدون مجاملة ولا مغلاب ولا استعراض ولا مظهرية وفي الاخر يقول لك هذه المنظومة مطبقة في الدولة الاوروبية المزيع يؤمن ويثمن ويقول هذه المنظومة شفتها بعيني الواحد يتفاخر بهذه المنظومة اشتركوا في القناة